ننتقل مع سادة المشاهدين لتعرف على حالة التقس لليوم حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود التقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية معتدل على وسط وجنوب سيناء وسلاس الجبال البحر الأحمر وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء هذا وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعضية أحيانا على كافة الأنحاء وتمتدل القاهرة الكبرى وقد تصل لحد السيول على وسط وجنوب سيناء وسلاس الجبال البحر الأحمر وشمال الصعيد مع وجود فرصة لنشاط للرياح على كافة الأنحاء نستعرض مع حضرتكم درجات الحرارة المتوقعة لليوم حيث من المتوقع أن تشهد القاهرة درجة حرارة صغرى 10 درجات والعظمى 16 في الأسكندرية الصغرى 10 درجات والعظمى 16 في مطروح الصغرى 11 درجة والعظمى 16 في بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 15 بالامتقال إلى شرم الشيخ تكون درجة الحرارة الصغرى 16 والعظمى 21 في الغردقة الصغرى 16 والعظمى 21 في الأقصر الصغرى 9 درجات والعظمى 20 أما عن أسوان فتكون درجة الحرارة الصغرى 10 درجات والعظمى 21